اهلا بحضراتكم الى هذه التغطية المباشرة لمتابعة تطورات حدث طائرة الرئيس الايراني قال الرئيس الهلال الاحمر الايراني ان فرق الانقاذ ذهبت الى موقع به رائحة وقود يشتبه بانه موقع سقوط مروحية الرئيس الايراني وقال المسؤول ان هناك خلطا حدث بين رائحة وقود السيارات ووقود المروحيات من جانبها قالت وكالة انادول للانباء ان طائرة اكنجي التركية حددت مصدر الحرارة المشتبه بها من حطام المروحية التي كانت تقل الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي والوفد المرافق له وتقوم سلطات تركية بالتنصيق مع نظيراتها الايرانية في هذا الشأن حيث شاركتها الاحتثيات التي رصدتها كما افادت وزارة الخارجية الايرانية بتعرض المروحية التي كانت تقل الرئيس ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية امير عبداللهيان وبعض المرافقين الاخرين الحادث في منطقة وزغران بمحافظة اذربيجان الشرقية واضفت الخارجية الايرانية ان جهود وصول فرق الانقاذ الى موقع الحادث ما زالت مستمرة على الرغم من الظروف الجوية السيئة كما اعربت الخارجية الايرانية عن شكرها وتقديرها للتعبير لتضامن عدد كبير من الحكومات والدول والمنظمات الدولية مع حكومة وشعب ايران وعروض العون والمساعدة لعملية البحث والانقاذ اعلنت وسائل اعلام تركية بان انقارة نشرت مروحيات للرؤية الليلية للمساعدة في عمليات البحث عن الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي واضافت انه تم ارسال طاقم مكون من ست مركبات واثنين وثلاثين خبيرا الى ايران للبحث والانقاذ في المناطق الجبلية كما تم وضع فريق من خمسة عشر خبيرا بحثيا في حالة تأهب للانتقال الى ايران واشارت الى ان هناك خمسة من الفرق التركية تكاد تقترب من احدثيات المروحية قالت وكالة تسنيم للانباء بان الاتصالات السلكية واللاسلكية والهاتفية انقطعت في منطقة حادث تحت مروحية الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ونقلت الوكالة عن وزير الصحة في اقليم وورزقان الايراني انه تم نشر فريق طبي مزود بجميع المعدات بالقرب من موقع الحادث وافادت وسائل اعلام الايرانية بان عمليات البحث للعثور على المروحية التي تقل الرئيس مستمرة بمشاركة خمس وستين فرقة تابعة للهلال الاحمر الايراني ومن جانبه قال الهلال الاحمر الايراني انه تم تحديد موقع اخر للبحث وفرق الاقاظ موجودة في تلك المنطقة من جانبه اكد التلفزيون الايراني ان الاحوال الجوية السيئة والضباب الشديد تزيد من صعوبة الوصول الى المنطقة المحتملة للسقوط المروحية اعلنت وزارة الطوارئ الروسية انها سترسل 47 عنصرا متخصصا في الانقاذ في التضاريس الصعبة للمشاركة في عملية البحث عن مروحية الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اصدر تعليماته بارسال مجموعة انقاذ روسية للمساعدة في عملية البحث على مروحية رئيس ايران وقال الكريملين ان بوتين يراقب من كثب تطورات عملية البحث ومن جانبها قالت وكالة ايرنا ان الرئيس الروسي عقد اجتماعا مع كبار مسؤول الدفاع والامن بحضور سفير ايران بشأن حادث مروحية رئيسي اشتركوا في القناة 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 علي خامنئي للمواطنين على انه لن يحدث اي انقطاع او اضطراب في شؤون حكم الدولة الايرانية وصفا الحادث بالمزعج ومنذ قيام الثورة في ايران عام 1979 مرة على هذا البلد العديد من الرؤساء المحسوبين على الطيرين المحافظ والاصلاحي بعضهم بعضهم بقوا في المناصب لولاية ثانية وينتخب الرئيس الايراني لفترتين كحد اقصى مدة الواحدة اربعة اعوام ويتبع الرئيس الايراني المرشد الاعلى لثورة الاسلامية اشتركوا في القناة 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 في حالة غياب الرئيس الإيراني يتولى نائبه الأول مهام رئيس الجمهورية مؤقتا ويشغل منصب النائب الأول للرئيس الإيراني حاليا محمد مخبر البالغ من العمر 68 عاما اشتركوا في القناة محافظة أذربيجان الشرقية تعد حاليا من المناطق الهمة والحساسة نظرا لموقعها الاستراتيجي والجغرافي والسياسي ويعتبر سكان أذربيجان الشرقية أذريون ينتمون للعرق التركي ويشكلون نحو ثلث الشعب الإيراني موسيقى 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 يتابع كثيرون حول العالم حادث سقوط طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيس الذي انتخب عام 2021 وفي عهده حدثت الكثير من الأحداث الهامة في تاريخ إيران الحديث وهو واحد من أكثر الرؤساء المحافظين الذين حكموا إيران كما يعد قريبا من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية وفي عهده شنت القوات الإيرانية لأول مرة هجوما مباشرا على إسرائيل بطائرات المصيرة ما تسبب في أزمة إقليمية كادت تتطور لحرب بين الدولتين هو الرئيس الثامن لإيران اعتلى المنصب بعد أن خاض مشوارا طويلا وشغل عدة مواقع في السلك السياسي والقضائي ولد إبراهيم رئيسي في ديسمبر عام 1960 في مدينة مشهد الواقعة شمال شرقي إيران وتوفي والده عندما كان في سن الخامسة وتكفله برعاية رجال الدين الذين أشرفوا على تكوينه وتوجيه وتعليمه حتى حصل على درجة الدكتوراه وأصبح أحد المقربين من المرشد الأعلى علي خامنئي عين رئيسي نائبا عاما لمدينة كرج غربية طهران في عام 1980 ثم أصبح المدعي العام فيها بالعام ذاته وكانت قفزته الكبرى بعد خمس سنوات حين تولى منصب نائب المدعي العام في العاصمة طهران ليتم تكليفه بالبت في المشاكل القضائية في ليرستان وكارمنشاه وسمنان بالإضافة إلى العديد من الملفات القضائية وبعد أن نال مزيدا من ثقة المحافظين عين رئيسي في منصب المدعي العام بطهران بين عامي 1989 و 1994 ثم أسندت إليه مهمة رئيس دائرة التفتيش العام في إيران حتى 2004 ليشغل بعدها منصب المساعد الأول لرئيس السلطة القضائية ثم يعين مدعيا عاما بإيران عام 2014 تولى رئيس زمام إدارة البلاد بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2021 وبرز اسمه عندما بدأ مهم منصبه في الثالث من أغسطس من ذلك العام كسياسي إيراني ينتمي إلى طيار المحافظين فعمل على إحياء الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة والغرب وحاول إظهار المرونة في التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة النووية وسمح للخبراء بزيارة إيران ومنشآتها النووية مرات عدة وعندما أثارت الحرب على غزة التوتر الإقليمي شنت القوات الإيرانية في عهد رئيسي هجمات غير مسبوقة بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل ردا على قصف قنصليتها في دمشق وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من سوديوهاتنا في القاهرة دكتور محمد عز العرب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أهلا بك دكتور على شاشة القاهرة الإغبارية وفرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى موقع الحادث لا زال البحث جاريا حتى الآن لن يحدد بعد موقع أو العثور على إن كانت هذه الطائرة في حالة سليمة أو أصبحت حطام ولكن لنضع ذلك جانبا حتى يتم تأكد من هذه الجزئية وربما نرجع خطوتين أو ثلاثة إلى الوراء كيف قرأت ظروف المحيطة بالرئيس الإيراني قبل إقلاع هذه المروحية؟ تحيات لحضرتك هناك يعني ظروف وملابسات عديدة تحيط بحادث فقد طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الدلالة الأولى أن القوة الجوية والطائرات المدنية والعسكرية الإيرانية تعاني من مشكلات لا أول لها من آخر بسبب عدم القدرة على استلام بعض قطع الغيار عدم القيام بعمليات الصيانة الدورية على نحو جعل القوة الجوية الإيرانية تتسم بالتهالك الشديد والضعف المتناهي وفق ما يتم ذكره في العديد من التقارير المتخصصة التي ترصد وضع مؤشرات القوة العامة في إيران ومنها تقييم الحالة العسكرية سواء بالنسبة للجيش أو الحرس الوطني وكانت أحد الملاحظات في هذا السياق هي المرتبطة بضعف القوة الجوية وحالة الطيران العامة في داخل إيران لا سيما وأن حضرتك إيران تعرضت لعقوبات مش على مدى سنوات قليلة وإنما على مدى عقود عديدة جعلت أن هناك تحدي فيما يرتبط بطلق القوة مقارنة بالقيمة المضافة التي تتمتع بها أحد معشرة القوة العسكرية في إيران وأعني بها القوة البحرية النقطة الثانية وهي مرتبطة بضعف البنية التحتية العامة داخل إيران كما تعلم حضرتك أن هناك تحديات عديدة ترتبط بفرق الإنقاذ التي لم تستطع هنا تحدث عن فرق الإنقاذ الداخلية الإيرانية التي وصلت ل46 فرقة ولم تستطع استخدام الطيران للعصور على ما يمكن تسميته بالبقعة الحرارية أو للوقوف على حطام الطائرة أو أنها لا تزال موجودة بحالتها دي بتفرد أن حالة البنية التحتية تعاني من سوق كثير للغاية والتي تجعل أنه من المتعثر بمكان إيجاد حطام هذه الطائرة في ظل سوق الأحوال الجوية ضرقة حرارة بدون السفر وده بين إني بقى للنقطة الثالثة وهي سوق القدرات لدى العامل البشري الذي يفترض أن ظروف جوية بهذا السوق وطائرة يقتنها أو يرتديها رئيس الممورية بالإضافة إلى وزير الخارجية وعدد من المسؤولين في قطاعات مختلفة يفترض أن يكون هناك درجة أعلى سواء من وسائل التكنولوجيا المتطورة أو درجات أعلى من الأمان في هذا السياق وده بيطرح تساؤلات مرتبطة بسوء التأديرات والإهمال الخاص بالعنصر البشري المرتبط ب اللي هو سواء المموك كان على طائرة الرئيس أو حتى بالنسبة للمروحيتين اللي هما عادوا بسلام إلى الأهداف بالضبط هذه هي النقطة التي أردت أن أشير لها في بداية تتحدث أن ربما إيران استثمرت في مجالات أخرى على حساب الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا الخاصة بطبيعة الموقع الغغرافي الإيراني وكثرة الجبال والتضاريس وإلى آخره يعني إذن هذه فرضية وتحدثت أنت أيضا عن أن المروحيتين الأخريتين التي كانت تقل الوفد المرافق للرئيس الإيراني وصلت سالمة ماذا تود أن تقول هنا يعني ده بيفرد شكوك لكن ما بيلغيش الفردية الأولانية اللي هي مرتبطة بالعطل الفني تهالك الطيار المدني والعسكري ضعف القدرات الفنية لدى العاملين في قطاع طيران المقصص للرئيس ضعف البناء التكنولوجي عدم اتخاذ إجراءات احتراغزية كافية للتعامل مع سوء الأحوال الجوية وبالتالي منطق أو افتراض أن الوفاة مرتبطة بالظروف المناخية وعدم اتخاذ التدابير الكافية للوقاية ده بيفصل العامل بدرجة كبيرة هل هناك يعني دكتور عامل أو سبب ملح كي تطير هذه المروحية رغم هذه الظروف الجوية والله يعني لحد هذه اللحظة يفترض أن تشكل لجنة للبحث لكن في طلقة المرحلة بينصب التركيز بدرجة رئيسية على إيجاد الطائرة سأب حلامتها أو في حال خطامها دي يفترض أن يكون الإجابة مرتبطة بالفريق المعاون أو على الأقل الفريق المصاحب في الطائرتين وأنا أعتقد أن في اجتماع مجلس الأمن القومي وإجتماع الحكومة الذي تم منذ عدة ساعات لابد أن تكون مثل هذه النقطة على رأس أجنت جدول الاجتماعات لأنه كان من الطبيعي في ظل سوء الأحوال الجوية هذه لم يكن يعطيه الرئيس وده بيصير شكوك حواليا أن ربما في أحد التفسيرات تكون هناك مؤامرة داخلية ضد شخص الرئيس وبالتالي كان من الطبيعي أن تكون طائرته دون الطائرات الأخرتين هي التي يتم استهدافها منأك أحاديث حواليا صراع على منصب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية وإعداد إبراهيم الرئيسي لخلافته مع الأغزة في الاعتبار أن رئيسي يعد من أكثر الشخصيات قربا للسيد علي خانعيني المرشد الأعلى للثورة الإسلامية والرئيس الثالث لإيران لكن الإهمال الفني وعدم تقدير حالة الحالة السيئة التي عليها الطائرات الإيراني يشير تشاؤلات لا أول لها من آخر فيما يرتبط به عدم التجهيز الكامل وعدم التوفير البنية التكنولوجية الأكثر من كده أنه أسيرت في أحد وسائل الإعلام الإيرانية كما ذكرت وكالة تسليم أن أحد ضباط الحرس السوري التقد إشارة انذار من طائرة الرئيس دون أن يوضح ما هي طبيعة هذه الإشارة هل هي طلب للنجدة ولماذا لم يطم التواصل وكيف حدث التعصر وبالتالي هناك العديد من الأسئلة الكثيرة التي تنتظر إجابات شافية خلال الساعات القليلة الموجودة طيب دكتور كيف قرأت تناول الإعلام الإيراني مع الحادث وربما ردود الفعل حتى الآن؟ يعني هو بالواضح أن ردود الأفعال مقترعة بدرغة رئيسية بالخلال الفني والعطل الهيكلي والضعف العام اللي بيتسم به حالة الطيران الإيراني المدني والعسكري ويكفي أن نلقي بنظرة على أوضاع الطائرة التي يرتديها الرئيس أو التي كان يستخدمها في رحلاته سواء رحلات خارج البلاد أو في رحلات المحلية داخل البلاد الشكل العام دون المرتبط بالفحص الميكانيكي الفني شير إلى أن هناك تهالك بدرجة رئيسية هذه واحدة اللقطة الثانية الصوابق المرتبطة بحوالس الطيران السابقة التي حلست في أعوام سابقة وأدت في أحد أبعدها إلى مقتل أو وفاة بعض عناصر من قيادات الحرس السوري منها نائب قائد القوات البرية على سبيل المثال وكانت الخسائر الفشلية فيها بتتجاوز 150 شخص حوادث عديدة بتجعل إلى أن هناك صوابق في هذا الصياق وإلا أن تكون هناك صوابقة ترتبط بالرأس القيادة السياسية في إيران وهو رئيس الدولة إبراهيم رئيسي هناك أيضا رد فعل مرتبط بأن حالة الهشاشة العامة داخل الدولة الإيرانية تقييم مؤشرات القوة الإيرانية نحن إذا في حالة احتجاجات كانت بتتجدد ما بين عام وآخر نتيجة الصخط على تأزم الأوضاع الاقتصادية الداخلية هناك اعتراض على التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لدول الإقليم وإذا مرتبط بموارد مالية كان يفترض انفقها على الداخل الإيراني سواء على البنية التحتية أو رفع المستويات المعيشية أو إنقاذ الطبقة الوسطى في إيران رد الفعل الإيراني إلى أن هناك أزمة فيما يرتبط به التعامل مع الكوارث الطبعية والتغيرات المناخية والتي هي تشهدها بلاد عديدة هناك بلاد تتعرض لفيضانات ضخمة لدولة مجورة لإيران زي باكستان هناك دولة إقليمية مجورة التي تهب لمساعدة إيران وهو مرتبطة بتركيا عندما تعرض لزلزال ضخم في فبراير 2023 كذلك الحال بالنسبة لدولة غنية زي دولة الإمارات تتعرض لسيون شديدة تؤثر حتى على بنيتها التحتية هي أيضا وسلطنة عمان وبالتالي نحن نتحدث عن قوارث طبيعية لأول لها من آخر تصيب سواء زلازل براقين سيول فيضانات تصيب اقتصاديات دول كبيرة ومؤسرة اسمح لي دكتور أن نخف لبعض الثواني لنتابع هذه المشاهد التي وردت إلينا مباشرة لتحرك ربما فرق الإنقاذ نحو ربما محيط المروحية التي وقعت والتي كانت تقل الرئيس الإيرانية نعلم أن هذا التحرك جاء بناء على تنصيق بين تركيا والمعنيين في إيران خاصة بالصور التي رصدتها المصيرة التركية والتي رصدت ربما مصدر حرارة يشتبه أنه لحطام الطائرة التي كانت تقل الرئيس الإيراني هذه مشاهد لبعض من فرق الإنقاذ حسب ما ورد إلينا منذ قليل تفضل دكتور محمد لاستكمال باقي وكذلك يعني لو حركت وذكرتني بس في آخر نقطة نتحدثت فيها كنا نتحدث أو كنت تتحدث عن الأوضاع الداخلية الحالة العامة والشعبية والسياسية كذلك في إيران قبل وقوة هذه الحادثة وبالتالي ردود الأفعال تتاجه لي مسألة الإخفاق فيما يخص تطوير البنية التحتية الاهتمام بقطاع الطيران سواء لزروف خاصة بالعقوبات الدولية المفروضة على إيران منذ عقود طويلة أو ترتبط بعدم توجيه الموارد المالية للاستثمار في هذا القطاع بالإضافة إلى عدم التقدير العلمي والتطوير التكنولوجي لمدى خطورة إقلاع الطائرة في مثل هذا اليوم التي ظهرت فيها المشكلات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة ومنسوب السلوك والطيران في بعض المرتفعات الجبلية وده اللي بيفصل إلى أي مدى الصعوبات والتعقيدات اللي بتواجهها فراء الإنقاذ الإيرانية اللي جعلت أن هي تبحث عن حطام الطائرة أو الطائرة بحالتها الطبعية بحثا على الأقدام وليس من خلال ما تقوم به فراء الإنقاذ التركية أو عبر الطائرة المسايرة التركية طيب يعني وأنت تتحدث ربما عن ضعف الإمكانات الخاصة بعمليات البحث والإنقاذ في مثل هذه الحوادث كما تطرقت دعنا نقف عند بعض التصريحات ربما للمرشد الإيراني الذي طالب المواطنين بعدما شعور بالقلق كيف قرأت ربما هذه التصريحات وربما عدم تطرق إلى ربما أسئلة كثيرة ربما كانت يعني أو تسأل وتضاء يعني يتم ذكرها في هذه الظروف وما الذي يحدث في حال غياب الرئيس يعني الدستور الإيراني في عدد من مواده بينظم بشكل ضقيق ومحدد مسألة كيف يمكن التعامل وكيف يمكن ملء فراغ السلطة الدستور بيتحدث عن أن النائب الرئيس أو نائب الأول الرئيس هو الذي يحل محله من خلال لجنة هو الذي يتولى رئاساتها أو يدرها يعاونه في هذه اللجنة رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية أيضا في حال عدم قدرة رئيس نائب الأول للرئيس على إدارة شؤون البلاد توكل المهمة في هذا السياق للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية السيد علي خمعيني والذي يمكنه سواء من مفرده أو من ينيب عنه أو يفاوضه القيام بهذه المهمة على أن يتم الدعوة لإجراء انتخابات خلال خمسين يوم من شغور منصب الرئيس وبالتالي كما أشرت حضرتك دعوة المرشد الأعلى للشعب الإيراني لعدم القلق أو التخوف من كما يقال باللغة العامية أن الدولة تسيم أو يحصل تفكك من أجهزة الدولة دي إشارة محددة من المرشد أن شيء من هذا هو مستبعد لأن القدوات الدستورية والهياكل المؤسسية في دولة مثل إيران بعد خمسة واربعين عام من اندلاع الثورة الإسلامية تتجاوز مثل هذا الوضع النقطة البالغة الأهمية في هذا الصياق أنه يدعو من وجهة نظر أن في لحظات التحدي أو التهديد أو الوقع الذي يفرض ضغوطا على مؤسسات الدولة يفترض وفق العقيدة السياسية الحكمة للمرشد أن يحدث التفاف من جانب القطاعات الواسعة للمجتمع الإيراني حول قيادته الحالية سواء قيادته السياسية أو قيادته الدينية للخروج من هذا الظرف الرهيب كما وصفه المرشد الأعلى بالظرف المزعج طيب يعني تفكك الدولة الإيرانية هو أمر مستبعد حسب تصريحات المرشد الإيراني في حديثه للمواطني ولكن ما الذي لا يمكن استبعاده بشأن هذا الحادث بشكل عام شوف حضرتك يعني أشكرك على هذا السؤال لأن بخلاف السيناريو اللي أنا حدثت اتعاملت معه المرتبط بالهندسة الإلهية بالظروف المناخية بضعف القدرات الجوية وصوء التقديرات التكنولوجية عدم أجاهزية البناء التحتية هناك سيناريوهين آخرين وهو أن يكون هذا العامل بفعل ترتيب من بعض المجموعات المسلحة الداخلية اللي هي لها يعني تشابق مع عرقيات مع دول على الحدود البغرافية سواء بالنسبة للقومية الأزرية أو بالنسبة للقومية البروشية سواء اللي موجودين على الحدود ما بين باكستان وأفغانستان أو على الحدود مع أزربيجان وخاصة أن كان هناك قيام من جانب النظام الإيراني بممارسات فيها انتهاكات عديدة ضد ما أطلق عليه جيش العدل وبالتالي ربما بعض العناصر المنتمية لتلك القوميات ربما تكون قامت بهذا العمل الإرهابي في هذا الصياد هناك أيضا سيناريو ثالث مرتبط بالأياد الإسرائيلية أو أياد المساد وعلى الرغم من أن إسرائيل منذ عدة ساعات أصدرت بيان بعدم ومتصلة لها تربطها بهذا الحادث لكن وفقا للسيناريو الثالث أن الدولة التي زارها الرئيس إبراهيم رئيسي المساد يتمتع بعلاقات وصيقة داخل هذه الدولة مع أجهزتها هناك توصيق للعلاقات الدبلوماسية الأزربيجانية الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة وبالتالي يستنت هذا الصياق أيضا إلى أن الصياق الإقليمي المرتبط بالتوتر في العلاقات الإسرائيلية الإيرانية التي خرجت من حالة المواجهات في الظل إلى حالة المواجهة العلنية المباشرة ضمن تأثيرات حرب غزة وجعلت هناك استهدافات مباشرة حدثت خلال الفترة من 1-19 إبريل تجعل أن ربما هناك دور المساد في التخطيط لهذه العملية نعم يعني وجود ربما فرضية أياد داخلية أو خارجية وراء حادث المروحية التي تقل الرئيس هي واحدة من الفرضيات كما ذكرت أود أن تبقى معنا حتى ننتطرق إلى بعض الأخبار ثم أعود إليك بعد قليل دكتور ابقى معنا نذهب إلى بعض هذه الأخبار التي وردت إلينا حيث أن الأنباء مثالت متضاربة عن مصير المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي نتابعها بطبيعة الحال مع الزميل عمر مصطفى أهلا بكم مشاهدين تضاربت الأنباء بشأن حادث تعرضت له مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي فيما أحاط الغموض بشأن مصيره عقب الحادث مروحية الرئيس الإيراني تحطمت بين منجمي صنقون وغابة ديزمار بمحافظة أذربيجان الشرقية طرف تلك المنطقة بتضاريسها الجبلية وغاباتها الكثيفة ورياحها الشديدة وغالبا ما يغطي الضباب الكثيف المنطقة الرئيسي كان متوجها من مدينة تبريز في طريقه للعاصمة تهران عقب تتشين سد قيز قلعة سي المشترك بين إيراني وجمهورية أذربيجان على نهر أراس الحدودي بين البلدين وبحضور نظيره الأذربيجاني الهامي علييف المروحية كانت تقل الرئيس الإيراني إضافة إلى وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي وإمام جمعة تبريز آيات الله الهاشم وبعض المسؤولين الآخرين المروحية التي كانت تقل الرئيس هي منتراز بيل 212 وهي تستطيع قطع سرعة كبيرة تصل إلى 193 ميلا في الساعة لكن مواصفاتها قديمة ولا تستطيع الطيران على مستويات عالية كما أن عملية تحديثها كانت صعبة على الأسطول الجوي الإيراني المروحية التي سقطت هي مروحية من ثلاث مروحيات كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له من تبريز إلى تهران حيث وصلت إثنتان منهما بسلام إلى وجهتهما وكانتا تضمان وزراء ومسؤولين حكوميين مشاهدين الكرام كان هذا عرضا موجزا حول موقع سقوط طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من ضمن المعلومات التي وردت إلينا هو أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان كان من بين المرافقين للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال حادث الطائرة المروحية وتولى اللهيان منصبه كوزير للخارجية عام 2021 وهو أحد المقربين من المرشد الإيراني علي خامني هذا وقد أظهرت لقطات مصورة لمروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أثناء إقلاعها للمرة الأخيرة من مدينة تبريز وتدولت وسائل إعلام إيرانية طراز الطائرة الهيليكوبتر التي كان يستقلها الرئيس الإيراني وهي مروحية هيليكوبتر من طراز بل 212 من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية وقامت إيران بوضعها ضمن برنامج عسكرية للجيش الإيراني لتطويرها واستخدامها ضمن سلاح الجو الإيراني ترجمة نانسي قنقر أعود مجددا إلى دكتور محمد عزة العرب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية يا دكتور أهلا بك من جديد يعني كنا نتحدث منذ قليل عن الفرضيات المحتملة تحدثت عن ربما ضعف الإمكانات والحالة الفنية لهذه المروحية وهي أمريكية الصنع بالمناسبة نعم في حالة قديمة أو مواصفات هذه المروحية قديمة هي من طراز بل 2212 مع توارد هذه الأخبار وهذه المعلومات هل تميل إلى أي فرضية معينة أم ما زالت الأمور متساوية يعني الأمور متساوية لكن بدرجة رئيسية تميل إلى الفرضية الأولى وهي المرتبطة بالضعف قدرات سلاحية والإيراني الحالة المتهالكة المرتبطة بالطائرات سواء المرتبطة بصيانتها واستلام قطع الغيار المرتبطة ببعض محركاتها وبعض الفنيات الداخلة فيها حالة العقوبات المفروضة على إيران منذ عقود طويلة أصلا بدرجة كبيرة المناطق الجبالية المرتفعة والتفاع درجات الحرارة كان لابد أن يكون هناك تأديرات بشرية ووسائل متطورة تجعل أن لا يتم الطيران في هذا التوقيت وإن كان هناك لابس فيما يخص أن طائرتين عرضت بسلام وطائرة الرئيس هي التي تعرضت لذلك بالإضافة إلى غياب الإحداثيات اللي متخليش أن يتم التتبع الطائرة بضقة بدرجة كبيرة وبالتالي أنا أتوقع الخيار الأول بدرجة كبيرة وإن كان خيار الفرديتين يظل قائما بشكل كبير إلى أن يتم الفحص وتشكيل لجنة يعني تكون مهمتها الرئيسية ماذا جرى خلال الفترة اللي هي ما بين التجهيز للرحلة وفترة وصوله الأزربيجان وعودة الطائرة ماذا جرى خطوط الاتصال كانت مع الحرس الثوري كيف تقطعت أي توقيت كانت في الإشارة طلبا للنجدة يعني يمتلي هناك أسئلة لا أول لها من آخر فيما يرتبط لأننا من الواضح أن إذا كنا نتكلم عن البنية التحتية المتعالكة وقطاع طيران ضعيف للغاية إلى أن كمان حتى التقديرات البشرية فيها مشكلة اللي هي تقدر مسألة إلى أي مدى هناك أمر عاجل يستوجب لطائرة مخصصة لرئيس الجمهورية وتعاني من كل هذا العيوب الظاهرة كما أشاطها حراك في التقرير عن المصور ويكون هناك إسرادة على الطيران يعني إلى هذا الحد دكتور محمد يعني هناك ضعف في التقديرات البشرية المروحية تقل رئيس دولة يعني نعم أنت تذكر ذلك ولكن في متابعتك لربما طبيعة المروحية التي كانت تقل الرؤساء السابقين لإيران هل هناك أوجه من التشابه؟ هل هناك اختلاف؟ هل هناك ملاحظات لديك في طبيعة هذه المروحيات؟ ما أعلمه في رصد المؤشرات القوى في إيران أحد النقاط السلبية فيها هي القوى الجوية منذ تشكل نظام الثورة الإسلامية في إيران من تسعة وسبعين لحد عشرين وعشرين وعشرين ودي واضحة جداً ربما يليها في القوى هو مرتبطة بالقوى البرية في حين أن مصدر القوى الأساسي لإيران هو مرتبط بالقوى البحرية ولذلك كنا حضرتك أثناء أزمة الناقلات النفطية في عام عشرين وعشرين وعشرين أو في تبعات حرب غزة المرتبطة بالدور الإيراني في الدعم الحوسي لإستهداف بعض النقلات كنا نتكلم حوالين التأثير الإيراني لأن عامل القوى البحرية عنده وخبراته سواء على المستوى البنية التحتية أو على مستوى الكوادر البشرية رفيع وبالتالي ما جرى ده إنعكاس لتظاهر في المؤشرات القوى الجوية الإيرانية جزء تاني مرتبط بالسلوك الإيراني اللي هو هيجعل قطاعات واسعة من الرأي العام والنجبة تعيد النظر مرة تانية في مسألة إلى أي مدى كيف تخرج إيران من سلوكها المزعزة للاستقرار في أشرق الأوسط وكيف يمكن الحوار مع الولايات المتحدة لأن في حوار بالفعل وجرى في أحد العواصم العربية أعني بها سلطانة عمان للنقاش حول بعض القضايا الخلافية عنوانها العريض حرب غزة وكيف يمكن تخفيض التصعيد في التفاعلات الإقنمية البينية لأن دعم إيران لمنشياتها وجماعات المسلحة وده مرتبط بموارد مالية ماذا لو تم توجيه تلك المعارض من إيران تمدد الخارج لإيران تطور الداخل والاهتمام بالأوضاع الداخلية بشكل كبير عادة النظر في القضايا الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني للخروج من مندل عقوبات الدولية سواء الأمريكية أو الغربية والإنفاق بشكل كبير على الداخل وده يعالج يعطي دعم للنظام الإيراني لمواجهة أي تحرقات واحتجاجات داخلية بدرجة كبيرة أنا أعتقد أن هناك مراجعات مطلوبة خلال المرحلة المقبلة لكن بالخمسين من يوم اللي جايين هيبقى مطلوب من المرشد الأعلى والنائب الأول للرئيس الإيراني واللجنة المكونة أيضا من رئيس البرلمان هو رئيس السلطة القضائية هو محاولة لنوع من جذب الرأي العام خلف القيادة السياسية لتجاوز تلك المرحلة المزعجة كما اسمها المرشد الأعلى للثورة الإسلامية من عمر الدولة الإيرانية اللي هي بتسلط الدوء على قضايا عديدة جزء كبير منها مرتبط بالداخل لكن جزء آخر مرتبط بسياسات إيران في الخارج نعم أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عز العرب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إذا نتابع مع حضراتكم سير هذه التحقيقات وعمليات الإنقاذ بشأن حطام أو العثور على حطام الطائرة أو المروحية التي تقل الرئيس الإيراني ترجمة نانسي قنقر 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 23 فريقا منها من العاصمة تهران والمحافظات المجاورة وكان الرئيس الهلال الأحمر الإيراني قد قال في وقت صابق إن فرق الإنقاذ توجهت إلى موقع به رائحة وقود اشتبه بأنه موقع سقوط مروحية الرئيس الإيراني وقال المسؤول إن هناك خلطا حدث بين رائحة وقود السيارات ووقود المروحية وقد توسعت عملية البحث من عدة جبهات مختلفة للوصول للمروحية ووصل إلى المنطقة المحتملة للحادث العديد من القوات الإيرانية المحلية والمطلعين على الغابات لتسريع عملية البحث مع قوات الإنقاذ من جانبها قالت وكالة الأندول للأنباء إن طائرة أكنجي تركيا حددت مصدر الحرارة المشتبه بها من حطام المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم الرئيسي والوفد المرافق له وتقوم السلطات التركية بالتنصيق مع نظيراتها الإيرانية في هذا الشأن حيث شاركتها الإحداثيات التي رصدتها أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بتعرض المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبداللهيان وبعض المرافقين الآخرين لحادث في منطقة ورزغان بمحافظة أذربيجان الشرقية وأضافت الخارجية الإيرانية أن جهود وصول فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث ما زالت مستمرة على الرغم من الظروف الجوية السيئة كما أعربت الخارجية الإيرانية عن شكرها وتقديرها للتعبير لتضامن عدد كبير من الحكومات والدول والمنظمات الدولية مع حكومة وشعب إيران وعروض العون والمساعدة لعملية البحث والإنقاذ أعلنت وسائل إعلام تركيا بأن أنقرة نشرت مروحيات للرؤية الليلية للمساعدة في عمليات البحث عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وأضافت أنه تم إرسال طاقم مكون من ست مركبات واثنين وثلاثين خبيرا إلى إيران للبحث والإنقاذ في المناطق الجبلية كما تم وضع فريق من خمسة عشر خبيرا بحثيا في حالة تأهب للانتقال إلى إيران وأشارت إلى أن هناك خمسة من الفرق التركية تكاد تقترب من إحداثية المروحية كما قالت وكالة تسنيم للأنباء بأن الاتصالات السلكية واللاسلكية والهاتفية انقطعت في منطقة حادث تحط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونقلت الوكالة عن وزير الصحة في إقليم ورزاقان الإيراني أنه تم نشر فريق طبي مزود بجميع المعدات بالقرب من موقع الحادث كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن عمليات البحث للعصور على المروحية التي تقل الرئيس مستمرة بمشارقة خمس وستين فرقة تابعة للهلال الأحمر الإيراني كما أكد الهلال الأحمر الإيراني أنه تم تحديد موقع آخر للبحث وفرق الإنقاذ موجودة في تلك المنطقة من جانبه أكد تلفزيون الإيراني أن الأحوال الجوية السيئة والضبابة الشديد تزيد من صعوبة الوصول إلى المنطقة المحتملة للسقوط المروحية أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنها سترسل سبعة وأربعين عنصرا متخصصا في الإنقاذ في التداريس الصعبة للمشاركة في عملية البحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر تعليماته بإرسال مجموعة إنقاذ روسية للمساعدة في عملية البحث عن مروحية رئيس إيران وقال الكريملين أن بوتين يراقب من كثب تطورات عملية البحث من جانبها قالت وكالة إيرنا أن الرئيس الروسي عقد اجتماعا مع كبار مسؤول الدفاع والأمن بحضور سفير إيران بشأن حادث مروحية رئيسي ترجمة نانسي قنقر 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 يحدث أي انقطاع أو اضطراب في شؤون حكم الدولة الإيرانية واصفا الحادثة بالمزعج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بك سيد أحمد على شاشة القاهرة الإخبارية كنا نعرض على شاشة القاهرة الإخبارية في الدقائق الماضية ربما تاريخ ربما تاريخ ربما الطائرات المروحيات المقاتلة التي ربما تحطمت خلال الأعوام الماضية ربما ما لفت نظري هو أن تواردت هذه الحوادث عبر الأعوام الماضية بواتيرة ربما متسقة كل عام أو كل عامين رغم كل هذه الإنذارات لماذا لم تقم إيران أو الجهات المعنية بتطوير ما يمكن فعله في هذا المجال خاصة الجانب الذي يخص الطائرات التي تقل الرؤساء الرئيس الإيراني بالتحديد حضرتك سيد محمد وللإجابة على سؤال حضرتك أنا أعتقد إيران لم تهتم بالصلاحات الجهوية بالشكل العام اهتمامها كان بالصلاحات الثقيلة الأسلحة الصواريخ لا وجدت لدى إيران ترسانة من الهليكوبترات على سبيل المطال ويداما تستحين بالجانب الروسي أو بالدول التي تستورد منها بخصوص طائرة الرئيس الرئيسي هي الحقيقة من الجيل قديم تم تطويرها ويدام قدراتها ولكن الحقيقة التكنولوجيا تطورت أيضا يعني الآن جزء كبير من المشكلة عدم إيجاد هذه الطائرة هو أن التكنولوجيا الموجودة في داخل طائرها تكنولوجيا قديمة الحقيقة من فترة 79 تقريبا يعني منذ نهاية عصر الشهر فكذلك إيران لم يعني أنا وجهة نظرية تواعاتها بإذا اعتبرنا صناعة الطائرات أو استيرال الطائرات من هذا النوع ويعني صناعات خفيفة فإيران اهتماراتها كانت للصناعات الثقيلة الحقيقة وهذا ما يفسر أنه يعني حصول كثير من الحوادث حقيقة ليش فقط هذه الحادثة يعني مؤخرا قبل عام ونصف تقريبا سقطت طارت هليكوبتر أيضا في جنوب إيران وكانت تقل مجموعة من قيادات الحرص التوري فتكرار حوادث سقوط الهليكوبترات ولكن لم يكن حد يتخيل أن تسقط طارة الرئيس يعني لم يحصل مع أي رئيس إيراني سابق فهذا هو التطور بالموضوع لذلك إيران تمر بأزمة يعني مش أزمة فنية ولكن أزمة حقيقة عادة اجتماع الفني هنا تحول إلى أزمة سياسية حقيقية تمر بين دماغ ونازال مصير الرئيس متشهولا يعني من حديثك الأزمة ليست مقتصرة على الجانب التقني أو الفني الخاص بالمروحيات التي تقل المسؤولين كبار الدولة في إيران أنت أيضا تتطرق هنا الآن إلى أزمة يعني سياسية الأمر أكثر من ذلك بكل تأكيد يعني هو رئيس الدولة يعني رئيس جمهورية إيران يعني وصحيح النظام في إيران نظام يعني متعدد رؤوس ولكن رمزية رئيس الجمهورية منذ انتقال إيران بين الأهد الشاشة أو الدولة الملكية إلى دولة جمهورية هناك رمزية عالية جدا وهو ما يفسر يعني 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 كلمة المرشد والعقاد المجلس الأمن القومي الذي يعني نعقد كل نحظة يعني نازل العقادة ومرتوحا وكذلك اشتراك الدول الحليفة لإيران والدول المحيطة بالمنطقة حتى الدول العربية يعني طرحت خدماتها مثل السعودية والعراق وتركيا تداخلت بشكل سريع بسبب قرب الجغرافية منطقة أدربيجان هي منطقة يعني بين تركيا وإيران فتقريبا تركيا لديها خبرة بمعروفة تفاصيل هذه الجغرافة ممكن أن تساعد بشكل أسرع لمعروفة يعني مصير هذه الطائرة ولكن روسيا أيضا متفاعلة الصين بدأت تهيئ لإرسال يعني مساعدين يعني تحولت إلى قضية جولية الموضوع ليس متعلق برمزية رأس الجمهورية في الضرف الذي يتمر بإيران على المصر الداخلي والخارجي ولكن أيضا هناك تفاعل يعني تمثله يمثله الثقل إيران كدولة محورية بالمنطقة وعلاقات الدول المعروفية الحالية جدا خصوصا مع دول المنظومة الشرقية وعلى رأسها الصين وروسيا طيب في ضوء حديثك يعني سيد أحمد هل من الممكن أن يتم استخدام هذا الحادث في ربما تحسين العلاقات على المستوى الإقليمي الدولي نعم يعني نعلم حالة تضامن وعربة دولة إيرانية عن تقديرها ليد العون الممدودة من عدد من الدول العربية وكذلك الإقليمية حدث ذلك ليس بالبعيد مع تركيا حالة تضامن وتقارب وجهة النظر بعد هذا الحادث الجانب الإنساني دائما ما يجعل الدول تقترب من بعض أو تتخطى الأزمات ممكن تتعل الحقيقة يعني إيران أيضا تفصل بعلاقاتها مع الدول الحليفة أو حتى الدول المعادية وبين عمليات تعاطف يعني إذا تتذكر حالة كورونا إيران استقبلت مساعدات حتى من أمريكا فإيران دولة براغماتية لا يحرك الهاجس الإيدولوجي فقط ولكن هناك هوافذ أخرى تقوم إيران بتثبيتها وتدعيلها على مستوى مختلفة خصوصا القواعد الدبلوماسية في علاقاتها مع مختلف الدول فإيران تتحضق دائما بأكثر من رئيس تتحضق دائما بأكثر من هجيق وحتى عملية يعني خروج المرشد عن سليم وطال كلمة المرشد أنا تابعتها باللوغة الفارسية وهو رجل كان يتحدث عن يعني التطميم المجتمع الإيراني هذا الرئيس أكيد يعني وجود نائم الرئيس هو الذي سيقوم بالمهام ولا هذا الحادثة يجب أن لا تؤثر على التماسك المجتمعي يعني العادة تقومه داخلي ليس مرتبطا بسقوط الضعر ولكن هو توقع من الأجهزة الأمنيين تحدث يعني مظاهرات أو في الداخل الإيراني فأرادت الدولة الإيرانية تصدر رواية التطميم حتى تتابع يعني عمليات البحث وملاحظ يعني ممكن يكون هذا الحادث يعني بفعل فاعل هناك ثلاث طائرات كانت سربنا الطائرات الطائرات التي حملتها وزير الطاقة ووزير السكان وصلت طائرة تبريز بعد أن اشتركوا جميعا بالحفل مع رئيس الإيربيجان فهذه إشكالية يعني تحديدية أمية ممكن أن يكون هناك استداف حصل سبراني أطل أجهزة هذا الطائر وسائم بإسقاطها لا حد يعرف الحقيقة التويلات ستبقى مفتوحة حتى تخرج رواية الأمنية المتعلقة بيه حتى تخرج صندوق رواية هذه الطائرة التي سقطت في هذه المنطقة الوعرة فبكل تأكيد هناك بعض الدول متخوفة أن يكون هناك استهداف لهذا الطائرة والذي يؤثر على رجوة إيران إيران بعد أن السيودة فازاهة في سوريا على سبيل بطعام قصرت إسرائيل فما بالك برئيس الجمهورية لا تبين أن هناك عملية استعداد من قبل إسرائيل أو أمريكا أو أي دول معادية ومنافسة لإيران أنا أعتقد لا أريد أن أخوض بالتداعيات القادمة أريد أحوالنا أن يكون متعلقة بالطائرة ولكن كل التويلات مفتوحة لا أحد يعلم ماذا سيحصل لذلك إيران تقدر هناك حالة من التقديرات المستعجلة لمآلات هذا الحادث لذلك بدأت بالتطمين الداخلي بدأت بعملية التباعدل التناغن مع الحلفاء ودول المنطقة ثم تجهت لعملية قام ما حصل لرئيس إيران في هذه الطائرة من كوبا طيب يعني الظروف المحيطة بهذا الحادث وأنت تتابع أن الرئيس الإيراني كان يقوم بتدشين سد على الحدود الإيرانية الأذربيجينية هل هذا السد يعني أي ربط بهذا الحادث أهمية هذا السد الحديث حوله يعني البعض يعني يشير إلى أن هناك ربط ما هي التويلات ستبقى مفتوحة ولكن أنا على مستوى الشخصي كي قارن شيئاً إيراني أعتقد أن ليس هناك علاقة بالموضوع يعني يعني حاليه لا يستطيع هو أيضاً يمتلك علاقة قوية بإيران وعلاقة تاريخية حضرتك تعرف أنه أذربيجان هي شرقي وغربي يعني هذه المنطقة كانت جزءاً من إيران في عهد القاجر يعني سبيل المطال يعني حتى العهد السوفيت يعني تم فصلها فأذربيجان هي ثقافياً إيرانية يعني وهم يقدرون الانتماء التاريخي لهذه البقعة ثم حضور الأقلية الآزالية المهم جداً وهي أقلية مؤثرة في الواقع الإيراني يعني حتى المرشد الثورة الإيرانية الخامنائية هو يمتلك الأقلية فهم أقلية تمسك بالسوق وتمسك بالسلطة أيضاً يعني مؤثرة جداً لذلك دائماً إيران تحرص على أن تنظم علاقاتها مع تركيا حتى لا تستخدم تركيا يعني حضورها القومي في الداخل الإيراني مقابل أن تنتعى إيران عن استخدام حضورها المدى بالأقلية العلوية في تركيا وهناك حالة من الضبط والتوازن الجميلورافي بين إيران وتركيا وهذا ضبط تاريخي منذ هذه الدولة العثمانية والصفوية مش جديد يعني فأنا لا أعتقد أن أذربيجان ستذهب باتجاه استخدام إيران هذا يعني الدخول بحرب مباشرة قطع حالة العلاقات التاريخية وإيران ستكون بشكل مباشر ستدعم إيرمينيا في صراحة مع إذربيجان وإيران تقوم بتعم إيرمين بشكل غير مباشر بسبب خلال منهج جبل الحكومة الإيرانية كحكومة تستمد على قواعد تركيا وحكومة إذربيجان حكومة شيعية أيضاً ولكنها تستمد على قواعد قومية يعني الأقرب بما تركيا فلذلك يعني حالة الارتباط المذهبين بين الشعبين وأنا أشرحها من كل تباصيلها لكي أضحف فرضية أن تقوم إذربيجان في هذه اللحظة باستدار إيران يعني هذا أمر خطر جداً ولكن كل أمور مفتوحة لا أستعم لا أحد يعرف ممكن خصوصاً أن هناك علاقة بين إذربيجان وإسرائيل من جهة أخرى وإيران بأكثر من نوقع يعني كانت منزعجة من هذا التمدد في هذه العلاقة ولكن بشكل عام أنا أقلل من فاعلية أن يكون لي أذربيجانية بهذه الحادثة وممكن أن أقول أنه الصلاة بين إيران وإسرائيل قد يكون له دور إذا آمننا بفرضية الاستخداف فقد يكون هي حملية مخابراتية تم الاستخداف السبراني بأجهزة هذه الطاعة لأنه لا حتى الأجهزة الاستخبارية يلا يستخدم لن تكتشف أسبوع سقوطها هذا أمر صعب طاعة صغيرة وسقطت في وادي بكل تلك ستتحطم طيب سنتطرق إلى هذه الجزئية إذا ما تم العصور على المروحية لأنه حتى الآن يعني حسب التقارير التي ترد إلينا بأنه يعني ربما تم العصور على المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني هذه هي الصور التي وردت إلينا منذ قليل كما نشاهد على شاشة القائرة الإخبارية المنطقة الجبلية التي تقع فيها هذه الطائرة لا تبدو الصورة واضحة إن كانت هناك أي ملامح لحطام هذه الطائرة التي كانت تقل الرئيس الإيراني ولكن ما نعرفه من معلومات أن المروحية كانت متجهة من محافظة أذبجان شرقية متجهة إلى تهران وهذه المنطقة معروفة بأنها منطقة جبلية وعرة بها تضاريس وأيضا سوء الأحوال الجوية حتى الآن هي ما كانت وراء عدم إمكانية العثور على هذه المروحية رغم وجود عدد كبير من فرق الإنقاذ الإيرانية المحلية عدد كبير منها اتجه من تهران إلى محافظة أذبجان الشرقية بالتنصيق أيضا مع السلطات التركية التي أرسلت مروحية مصيرة لرصد أماكن وجود هذه المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني وكان منذ قليل قد ورد إلينا معلومات وتقارير تشير لأن هذه المروحية أو هذه المصيرة التركية قد رصدت حرارة يشتبه أنها لحطام مروحية الرئيس الإيراني ومرافقي حتى الآن لن نستطيع أن نؤكد إن كانت بالفعل قد تم العثور على المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني ولكن حسب وكالة تسنيم نقلا عن الهلال الأحمر الإيراني فقد تم العثور على مكان مروحية الرئيس الإيراني ومرافقي بطبيعة الحال سنوفيكم بآخر تطورات حادث هذه المروحية ومدى صحة هذا الخبر إن تم العثور على هذه المروحية بالفعل إذن يعني سيد أحمد طبقا لهذه الرواية نقلا عن وكالة الوكالة التسنيم تقول عن الهلال الأحمر الإيراني بأنه تم العثور كنت تتحدث منذ قليل أن يعني المعلومات الخاصة بأسباب وقوع هذه المروحية سنتعرف عليها ولكن حتى أن تتضح هذه الجزئية متابعتك لردود الفعل المحلية داخليا داخل إيران ما هي ربما الرواية الأكثر انتشارا داخل الأوساط الإيرانية يعني أنا طبعا على سبيل مثال يعني وكار التسليم كيهان يعني لما اهتم كثيرا بالصحف الإصلاحية مثل صحيفة اعتماد وزوبها وصحيفة طاب وطبعا تصريحات مثل تصريح داوري الذي ربما داوري الذي وكان يعني رئيس الدارة الإعلامية رئيس أحمد الإجاد كان أسرع من أطلق التصريح بأن الدارة يعني سقطت والرئيس مات هناك يعني ردود الفعل على مستوى الخطار الإعلامي هي تهيئة الأجواء الاستقبال يعني وفاة الرئيس وحتى هناك احتفال كان بمولد الإمام رضا الكثير وهذا احتفال مهم تقوم ب يعني الجوامع والمؤسسات الدينية يعني تهتم بمولد الإمام رضا تعطيل الاحتفالات هذه الاحتفالات بسبب هذا الموضوع يعني أن هناك قبلية تهيئة لاستقبال الخبر حزين يعني فهذا الجو العام من مختلف الاتجاهات يعني نجاهات الرئيس صعبة جدا وثم أتت كلمة المرشود الذي كان في اجتماع مع عوالش وعضاء وقال أنه الدولة ستسير وهذه كلمة الدولة ستسير حيث تؤكد فرضيات أنه موت الرئيس أو يعني النجموعة التي كانت في الطهرة لأنه لو كان هناك أمل أو مصيص أمل بإنقاذهم لما قال المرشود لما باتجاه موضوع سيرورة الدولة وإشغال موقع رأس الجمهورية فهذا الإرام تتهي لإعلان حالة الحضار لحسن وجهة نظرية ثم يعني بعد هذا الإعلام ستعمل النتائج الاستخبارية والأمنية الفنية المتعلقة بأسماع السخوط إذا كان هناك أي أسباب يعني السيناريا الأوضح والذي تريد أن تصدر الإدارة الإيرانية في هذه اللحظة هي الضباب وحالة الأرصاد الجوية المتعثرة التي أدت بشكل مباشر لإسخاط هذه الطهار ولكن الفرضيات الأخرى والسيناريات لا زالت حاضر سيناريو الاستضاف أيضا حاضر ولكن لنقول ليس مقدمة بالدرجة الثانية والدرجة الثالثة أنه ممكن أن تكون هناك جهات داخلية تداخل داخلية أو جهة داخلية معارضة نحن شاهدنا مثلا مجموعة النمور على سبيل المثال التي قامت باستهدافات داخلية للكثير من المواقع العالمية المهمة في الداخل الإيراني توسع للطلاب المحارضون بعد حادثة ما سامين على سبيل مثال أنا عبرت على برنام من ثورة الحجاب وكل هذه التعقد الاقتصادي التعقيد الاقتصادي بعد فرض بايدن لعقوبات جديدة هذا يلقي بغضلال على الداخل إيراني فهو الداخل المتفاعل الحقيقة ولا أحد يعرف هل ستأخذ حادثة سقوط أو موت إذا لم ينقض الرئيس رئيسي هذه التفاعلات إلى أي اتجاه هل إلا اتجاه صدام أم إلى اتجاه الوئام يعني كما حصل بقضية استضاف جنرال سليماني في الهراق نعم أشكرك سيد أحمد على هذا الطرح وهذا الرصد للاحتمالات المختلفة حول حادث المراحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني أشكرك من سيدني سيد أحمد الياسر رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية والبحث في أشأن الإيراني منذ قيام منذ قيام الثورة في إيران عام 1979 مرة على هذا البلد العديد من الرؤساء المحسوبين على الطيرين المحافظ والإصلاحي بعضهم بقوا في المنصب لولاية ثانية وينتخب الرئيس الإيراني لفترتين كحد أقصى الفترة الواحدة مدتها أربعة أعوام ويدبع الرئيس الإيراني المرشد الأعلى للثورة الإسلامية ترجمة نانسي قنقر 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 قرب من موقع حادث أو حطام المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني وهذه الصور تفيد بأن فرق الإنقاذ متجهة إلى موقع حادث حطام المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني وحسب التقارير التي وردت إلينا فمحيط أو موقع هذه المروحية هي في محافظة أذباجان الشرقية حيث تعتبر هذه المنطقة جبلية بها تضريف وعرة كثيرة كما نشاهد من هذه الصور صعوبة التحرك حتى بالسيارات نظرا لعدم وجود ربما طرق مرصوفة للتحرك ما بين المناطق بهذه المنطقة الجبلية بطبيعتها وأيضا ضبابية وربما هذه كانت بعض الأسباب التي جعلت مهمة العثور على الطائرة المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني صعبة للغاية حسب التصريحات من قبل الهلال الأحمر الإيراني وربما من ساعد في العثور على هذه المروحية كانت للمسيرات التركية التي كانت تحلق خلال الساعات الماضية حتى أن تمكنت من رصد حرارة ويفترض أنها لحطام هذه المروحية هذه الصور وردت إلينا منذ قليل لفرق الإنقاذ وهي متجهة إلى موقع حطام المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني عقدت الحكومة الإيرانية اجتماعا طارئا في أعقاب حادث طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر وقرر الاجتماع حشد كفة التسهيلات الممكنة لمتابعة الحادث والوصول إلى طائرة المنكوبة كما قرر الاجتماع إفاد وزير الصحة إلى موقع الحادث وللمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا من بيروت سيد مازن السماك الخبير في شؤون الطيران سيد مازن أهلا بك على شاشة القاهرة الإغبارية بوقع متابعتك لحادث مروحية الرئيس الإيراني ما هي المعلومات المتوفرة لديك أو ما هي الملاحظات الموجودة لديك في ضوء هذا الحادث؟ يعني طبعا صباح الخير أولا بحضرتك للمشاهدين الطائرة أولا الطائرة قديمة جدا صنعت أول مرة في العام 1962 والموديل اللي هلأ يستعملوا الرئيس الإيراني الطائرة عمره تقريبا 26 سنة وعادة نحن كخبراء قيران عندما يفوق عمر الطائرة العشرين عاما نعتبرها غير صالحة للطائران لأنه البدن الطائرة يهترق مع الأيام مثل جسم الإنسان كل ما يكبر الإنسان بالعمر كل ما يصير بيتعب أكتر هذا أولا ثانيا الكل يعلم أن تاريخ حوادث الطائران في إيران تاريخ غني غني بالحوادث وهلأ ما بنرجع نعيد كل شيء يسمعني ثالثا الحصار على إيران سبب بعدم الحصول على خطع الغيار بسهولة هذا فيما يتعلق بالطائرة ويزيد عليه التخص العاطل التخص السيء الظروف الجوية السيئة يعني هذه كلها بتصعب الأمور وبتخلي الواحد يقول أنه ممكن يكون هذا الحادث يرتبط بظروف جوية سيئة أو ممكن يكون يرتبط بعطل فني مثل مثلا أو ممكن يكون تعطل المحرك ممكن ممكن تعطل المحرك ويصير بظروف جوية سيئة وهذا بسبب حادث مشان هكي كنا نسمع فرضيات السخوط أم الهبوط يعني الفرق كبير بين الهبوط الاضطراري والسخوط الهبوط الاضطراري عندما يكون المحرك بعده يشغال وعندك تحكم كطيار تحكم جزئي وعم تنزل كيف تنزل أين تنزل على أرض صخرية على شجر على غابة على أرض مصطح هذا كله بيسلو طيب من وقع حديثك سيد مازل في هذه الجزئية إذن هل هذه المروحية قد تحطمت المعلومات التي تابعتها لأي فرضية أنت تميل هل تحطمت هل اضطرت أن تهبط هبوط اضطراري أم ماذا يعني في هذه يعني هلأ اليوم ما فينا نعرف هلأ بهذه اللحظة بالذات ليش؟ لأنه عادة الطيار يعني وقتل بيسير في حالي طارقه فيه إجراء مكتبع معين عند الطيارين يعني فيه هي موجة الطوارئ هذه موجة عالمية يعني بس يحط الطيار 1 to 1.5 121.5 وبيحكي على هذه الموجة كل الأبراج المراقبة المحيطة بتسمعه وبتعرف أنه في حالة طوارئ وفيه جهاز اسمه ترانسبوندر جهاز إرسال يحدد موقع الطائرة وارتفاعها كمان الطيار بحالة الطوارئ بحط كود 77007700 بس يحطه لحالة طائرة بترسل وأجهزة المراقبة كمان بتعرف أنه هذه الطائرة بحالة طوارئ طبعا الطيار يعلن عن حالة طوارئ وبنعرف ساعتها شو طبيعة هالحال الطائرة اللي هو فيها هل يعترى هذا الشي صار إذا صار بدنا نسمعه فما فينا نعرف قبل ما نسمع هذا الشو صاير بين الطيار وبرج المراقبة وإذا كانت هذه الطائرة مجهزة بأجهزة استشعار ولا لا يعني اليوم بالطائرات الحديثة سيدي في شيء اسمه GPWRS Ground Proximity Warning System يعني إذا اخترب الطائرة من أرض أو من جبل تنذر الطيار من خلال أجهزة الاستشعار تبعها أنه ارتفع يا طيار انتبه في ترين في أرض قدامك انتبه هل يترى هالطائرة القديمة مجهزة بتلك الأجهزة؟ صحيح قديمة ولكن نحن نتكلم عن طائرة رئيس نعم ووفد رفيع معقولة يعني أد ما يكون في حصار وأد ما يكون في مشاكل بإيران يعني من المستحيل أو من الصعوبة مما كان أن يكون الحصول على أجهزة حديثة بطائرة رئيسية أنه منه شغل صعب يتصور طيب طيار الذي يعني كان يطير بهذه المروحية هل لم يتمكن هل لا يمكن أن يقوم بإرسال أي معلومات لبرج المراقبة أو لأي جهة إن كان إيرانية للتعرف أو لإخبارهم بما هو يحدث في تلك الحالة أو في تلك اللحظة قبل وقوع سقوط طرار للهبوط يعني ما الذي من المفترض أن كان يحدث؟ يعني كان من المفترض أن يقوم الطيار في الإعلان عن حالة الطوارئ ويحدد ما هي حالة الطوارئ عادة الطيار بيحدد أديش عنده ركاب أديش في عنده فيول وشو صاير معه هيك عادة بتصير هذا ما نريد أن نعرفه ولكن عادة عندما نتكلم عن طيار الرئيس يكون الطيار هذا من أكثر الطيارين في البلاد يعني نحن نقول باللبناني من أقيرهم على الطبلي يعني من جيبر أحسن طيارين فمستوى الكفاءة بيكون عالي جدا حتى الفريق الموجود على الطائرة كمان بيكون من أكثر الناس إذا كان الطيار ولا مساعده ولا المهندس الموجود ولا الأشخاص اللي عم بيقوموا بالخدمة ولا الأشخاص اللي عم يتموا بالأبواب كل الفريق الموجود على الطائرة يكون مدربين تدريب عالي وأصحاب كفاءة عالي فمشان هيك أنا اليوم يعني بيستغرب نوعا ما بظروف يعني خاصة أنه لما منحكي بهذه الظروف السيئة لأنه اليوم اللي صار صار عامل طبيعي بمنطقة جبلية ووعرة مثل هذه اللي صار سيدي في شيء اسمه عامل طبيعي اسمه اللي بيصير أنه يأتي الهواء البارد الساخن نسبيا عفوا وينزلق على المنحدرات تسخن حرارته شوي بس تسخن حرارته ويرتطن بالأرض الباردة هالارتطام بين الهواء الساخن والأرض الباردة يسبب التبخر وبالتالي بيصير هالضباب الكثيف كل ما يكون في فرق بدرجة الحرارة بين الهواء الساخن والأرض الباردة كل ما يكون هالضباب أكثر وبيصير مزعج للطيارين ولكن إذا كان فيه أجهزة استشعار وأجهزة حديثة ملاحية ما بتعود تسبب مشكلة هلأ إذا صار خلال تقني أو تسرب بالوقود مثلا وتوقف المحرك بتلك الظروف بتصير العملية معقدة نوعا طيب يعني ما نعرفه أعد أن تصحي لنا هذه المعلومة وأن هذا الطراز من هذه المروحية لا يمكن أن يحلق على مسافات أو مستويات مرتفعة هل هذا صحيح؟ لا هذه المروحية تحلق على ارتفاع 17 ألف قدم يعني تقريبا 5400 متر بتقسمها على 3.3 والرينج تبعا يعني ممكن توصل بين 450 و 500 كيلو متر حسب الحمول يعني كل ما تزيد الحمول كل ما بتخسر المسافة فلا يعني كارتفاع ممكن تحلق فكان ممكن أنه الطيار يحلق فوق الطقس العاطل ويتجنب يعني نحن طيارون عادة يتجنبون الطقس العاطل ويتجنبون إذا كان في مثلا عدم رؤية أو رؤية ضبابية نتجنب هذا الموضوع إلا إذا كان عندنا أجهزة بتساعدنا في إشي على الطيارة بسموها EVS Enhanced Vision System يعني بتخليك تشوف بالليل بتخليك تشوف بالضباب ما بعث هذه الطائرة بشو مزودة هذا كله لازم نعرفه لحتى يكون عندنا إجابات واحدة طيب ما هي المعلومات التي يمكن جنيها بعد العثور على المروحية هنا أقصد هل هذه المروحية قديمة الصنع بها الصندوق أسود ما هي المعلومات التي يمكن يعني العثور عليها بعد العثور عليها يعني لا نعلم بالتحديد إذا كانت هذه الطائرة مزودة بصندوق أسود لأنه في طائرات هليكوكتر مزود بصندوق أسود وفي طائرات لا طائرات حديثة إجمالا كلها مزودة وخاصة طائرات رئيسية ولكن اللي بأكد لكي أنه فيها شيء اسمه ELT Electronic Locator Transmitter يعني هيدا الطائرة فيها أنتين بتبث بعد الحادث بتبث على ترددات معينة وين اللوكيشن تبعه بلتقطها المصعفون أو الأشخاص يعني بالإدارة أو بأبراج المراقبة بيحددوا موقع الطائرة هذه فقط مرتبطة بتحديد يعني الإحداثيات هذه فقط تساعد على العثور على موقع الطائرة ليس الإدلاء أو تسجيل مدارة من حديث أو كلام أثناء هذا قبل أو أثناء الحادث صحيح صحيح الكلام والحديث اللي بيصير بين طيار وبرج المراقبة مسجل طبعا ولكن هذا ملك برج المراقبة ما بيكون يعني موجود معمد وهذا الالتين اللي خبرتك عنه بس بيحدد موقع الطائرة حدد القطر للبحث بمدى 2 أو 3 كيلومتر واللي هي عادة مسافة مش كبيرة بالبحث عن الطائرات بتكون المسافات عادة كبيرة كتير ولكن عندما نتكلم عن منطقة جبلية ووعرة بهذا الشكل بتصير هذه عملية صعبة وخاصة كنا بالليل في ظلام دامس كان في مطر كان في ثلوج كان في وحول وكان في انزلاقات وتسلق فالأمور صعبة هلأ ما رح ببين الطائرة أنا برأيي الشخصي إلا ما يروح الضباب هذا واللي بتبلش هلأ مع ساعات الصباح الأولى طيب هذه الظروف الجوية وطبيعة الجغرافية لهذه المنطقة التي أقلعت منها من روحية الرئيس الإيراني بواقع خبرتك في هذا المجال مجال الطيران هل هي كانت ملائمة للإقلاع أنا لو كنت أنا الطيار كنت رفضت الإقلاع بتلك الظروف الجوية بكل بساطة اليوم الطيار هو صاحب القرار الأول والأخير يعني يأمى بالقيام بتلك الرحلة أم برفضها طبعا اليوم مش عم نحكي على رجل أعمال أو على زبون أو إلى آخر عم نحكي على رئيس جمهورية إيران ووافد رفيع المستوى ما بعف قديش الطيار كان نسأل بهذا الموضوع أو استشير بهذا الموضوع أو كان له رأي بهذا الموضوع هذه شغلة يعني ما فينا نعرف هلأ شو صار بالظلم طيب هل يمكن لرئيس الدولة أن يعني نحن أيضا لا نتبنى يعني فرضية بعينها على حساب الأخرى بس هل يمكن لرئيس الدولة أن ربما يفرد على الطيار أن يتحرك حتى وإن كان الجو غير أو الطبيعة الجوية والطقس غير ملائم؟ يعني هو بالنهاية رئيس البلاد ويمكن طبعا أن يفرد ولكن اليوم السلامته مش أهم طبعا إذا كان الطيار عنده الوعي الكافي والمسؤولية الكافية المفروض يجي يقول للشخص اللي طالع معه إذا كان رئيس جمهورية ولا كان مين ما كان يقول له هذه الرحلة غير آمنة ساعتها القرار عنده ولكن عادة طيار هو اللي بياخد القرار هلأ ما ننسى أنه اليوم كان الوفد يتألف من ثلاث طائرات اتنين عادوا إلى تبريز فيه كمان علامة استفهم أنه ليش طائرة الرئيس واللي فيها أكفأ طيار ما عرفنا شو صار معه هذا يعني علامة استفهم طيب يعني أنت ذكرت يعني أيضا كانت هناك يعني مروحيتان أخريتان وصلت إلى يعني المكان المستهدف أو المكان التي أودت الوصول إلي أي عادة المروحية يعني الرئيس الإيراني هل من تفسير لذلك؟ صراحة لا نملك تفسيرا في الوقت الحالي قبل الاستماع إلى المحادثات بين الطيارين وبرج المراقبة أنا تصوري يعني يعني هنا أقصد هل طبيعة المروحيتين الأخريتين مختلفة عن مروحية الرئيس من حيث التقنية الإمكانات التراز وإلى آخره؟ يعني عادة طائرة الرئيس تكون الأكثر حداثة وتكون الأكثر تجهيزا بالأجهزة الملاحية الحديثة وتكون الأكثر راحة هيك عادة وهذه هي طائرات المرافقين فمفروض أنه يعني ما يثير الاستغراب أنه المرافقين طائرات عادت عدتاء إلى تبريز عن نحكي عن طائرتين وطائرة الرئيس اختفت فما مفروض أنه تكونوا هوليك الطائرات مجهزين بشكل أفضل من طائرة الرئيس ونحن نتابع هذه المشاهد للقطات مختلفة فيما يبدو هو محيط حادث مروحية الرئيس الإيراني يبدو أن المرتفعات وارتفاع الجبال يعني لا أعرف إلى أي مدى يصل ولكن هل هذه ربما أيضا واحدة من الأسباب هو كثرة المرتفعات هل هناك احتمالية أن تكون قد اصطدمت هذه المروحية بأشجار مع كثرة هذه الضبابية كما ذكرت ممكن كثير أن تكون قد اصطدمت بجبل يعني ممكن لأنه إذا كان فيه ضباب كثيف والطائرة غير مجهزة باللي تكلمنا عنه يعني الانهينز فيجين سيستم اللي بخليك تشوف بالليل أو بالضباب أو غير مجهزة بأجهزة استشعار بتقول لك ارتفع أو بتقول لك انتبه في ترين في أرض هذي عالة هكي بيكون ممكن يكون صدم بجبل ما شايفه يعني هذا أمر واقع والاستمال الآخر أنه تكون الطيار قد فقد السيطرة على طائرته لأن المحرك قد توقف بسبب خلل فني ما وسقطت تلك الطائرة فهذا منع فضل طب هل هناك فرصة للنجاح يعني في حال أن مثلا يعني الطيار لحظة أن الطائرة بها عطل فني ولن تتمكن من الاستمرار في الجو أن تحلق في الجو هل من مدة زمني يمكن أن نجاه في هذه الحالة هل هذه المروحية بها ربما وسائل الطوارئ يعني وليس هبوط الطراري ولكن الإيجاكشن يعني ما يطلق عليه اللي هو القفز في حالة الطوارئ لا أعتقد أنه فيه تلك الطائرة مجهزة باللي عم تتفضل فيه عددا طائرات الحديثة هلأ صارت مجهزة قصة طائرات الـ VIP الرئاسية فيها تنزل بالبراشيوت لحالة يعني إذا صار ما صار تنزل بالبراشيوت تفتح البراشيوت تنزل طائرة بشكل هيك ناعم هذا يتوقف على طريقة الهبوط إذا كان هبوطا أو طريقة السقوط إذا كان سقوطا والفرق بين الهبوط والسقوط فرق كبير جدا وين تم الهبوط أو وين تم السقوط كمان هذا كمان شيء كثير سؤال كبير هل تم على أرض مسطحة هل تم على صخور هل تم على أشجار هذه كلها بتحدد إذا كان فيه أمل للنجاة ولا لا وطبعا نحن في سباخ مع الوقت وكل ما نتأخر كل ما بتشير الأمور أصعب وأصعب طيب يعني ورد إلينا هذا الخبر نقلا عن رويترز نقلا عن مسؤول إيراني الذي أفاد بأن طائرة الرئيس قد احترقت بالكامل هذه هي يعني آخر ما قد وصل إلينا من رويترز نقلا عن مسؤول إيراني بأن طائرة الرئيس الإيراني قد احترقت بالكامل في حادث التحطم تعليقك سيد مازن أخيرا على هذا الخبر وفرص نجاة الرئيس الإيراني يعني عندما نقول أن طائرة الرئيس قد تحطمت بالكامل يعني أننا قد وجدنا الحطام هل هذا مؤكد أم لا؟ لا أعرف إذا كان الحطام قد وجد وهو محترق يعني بيكون ممكن صار فيه يعني على الإمباكت على الوقت اللي صار فيه هالكراش طبعا الفيول الموجود بالطائرة ممكن أنه يعمل إغنيشن ويشتعل والتالي يشتعل بدن الطائرة وكل احتمالات ورد صراحة نعم أشكرك على هذه المدخلة من بيروت سيد مازن السماكة الخبير في شؤون الطائرة شكرا لك إذن مشاهدين مع هذا الخبر العجل الأخير الذي ورد علينا من رويترز نقلا عن مسؤول إيراني بأن طائرة الرئيس الإيراني قد تحطمت بالكامل في محيط الحادث نتابع وإياكم مستجدات هذه الأخبار التي ترد إلينا بعد قليل ربما سنتابع ما إذا تم العصور على ما بداخل الطائرة فرص نجاة الرئيس الإيراني في هذه الحادثة كل الاحتمالات مزالت مطروحة ولكن سيتم الإفادة بكل ما هو جديد في هذه الحادثة وتطورات حادث مروحية الرئيس الإيراني ابقوا معنا في هذه التغطية